اندلعت شباكات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية وبين الحزام الأمني المدعوم من الإمارات في محافظة عدن وأفد شهود عيان في المحافظة الشباكات المسلحة اندلعت في محيط ملعب 22 من مايو في مدرية الشيخ عثمان وتأتي هذه الاشتباكات إثرى نزاع على القطاع الشرقي ومنطقة العلم المدخل الشرقي للمدينة الذي تديره حالياً ألوية الحماية الرئاسية للوقوف حول خلفيات هذه الاشتباكات في محافظة عدن ينضم معنا مرسلنا من هناك أدهم فهد رحبك أدهم مرحباً نعم إذن بداية لو اتضعنا في تفاصيل هذه الاشتباكات التي دارت في حي العريش في عدن طبعاً اندلعت هذه الاشتباكات في ساعات الظهر الأولى تحديداً في الساعة الحادي عشر من ظهر اليوم الاشتباكات توسعات لتطال مناطق مديرية خورمكسر والشيخ عثمان منطقة العريش والمندارة تحديداً كتركزت فيها الاشتباكات الاشتباكات كانت بفعل هناك بفعل ضد أضراب القطاع الشرقي تسليم مواقع أهم لقوات الحجار الدوني مدعومة من دولة الإمارات الاشتباكات توقفت واليوم دلع مقدداً في وقصة ثانية الاشتباكات الأخيرة تدخلت فيها قوات طائرات الأباتشي والتي أظهرت بحسب مصادر محلية على استفاق مواقع لقوات الحمارة الرئاسية والتبعين للقوات الطائرية نعم يعني تدخلت الطائرات لفض هذا الاشتباك والآن حالة من الهدوء نعم ما تزال المظاهر الأسكرية موجودة هناك عشرات الأطقم والمبرعات للحجام المتشر منتشر على طول خطة العريش ومحاصة بعض المواقع التي ما تزال المتمرسة في أفراد القطاع الشرقي قد تندلع الاشتباكات مرة أخرى لكن حتى اللحظة الهدوء يخيم على المكان وحالة من المنظور تسود أرجاع المواطنين جميع هذه المناطق التي ذكرناها آنفاً في المناطق السكنية تضغب بالآلاف من المواطنين إذن كما تحدث يعني هدوء حذر طيب هل عقب هذه الاشتباكات التي حدثت كما تحدث يعني الساعة الحديعة عشر اليوم هل هناك ضحايا من قبل الجانبين أو حتى مواطنين المتواجدين في هذه المنطقة حتى الآن لا توجد حتى لا توجد أي اشتباك بدك خلق مصادر تطبيق الرسمية تشتفت عن وجود ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربع قرحة من المواطنين نتيجة الرصاص الراجع الذي اخترق قدران منازلهم ذكرنا سابقاً أن هذه المناطق سكنية وهذا من المتوقع أن يسقط عدد من المواطنين ضحية لهذه الاشتباكات نعم إذن أنا شكراً جزيلاً أدهم فهد مرسلنا في عدن شكراً لضمامك معنا شكراً للمشاهدة